يعني الحديث عن الإصلاح أنا أتوقع استهلك في العراق يعني أي رئيس حكومة يأتي ويتحدث عن الإصلاح ولكن الإصلاح في العراق لم يجد تطبيقات حقيقية وواضحة طالما أن النظام المحاصص الطائفي القومي الإعرقي الأثني ما زاله ممسك بالسلطة نحن بينينا سلطة ولم نمدي دولة وهذه حقيقة يعرفها القاسي والداني وبالتأكيد لم نتحول إذا أردنا أن نتحدث عن تغيير حقيقي وجذري وإصلاح حقيقي فيجب هذا الإصلاح أن لا يأتي من القمة وإنما يأتي أيضا من القاعدة الجماهرية بمعنى أن المواطن العراقي يجب أن يشارك وينتخب ويغير هذه المعادلة المحاصصاتية ويحاول أن نتحدث عن فعل حقيقي ملموس هذا واحد اثنيا السيدة النائبة تحدثت عن الإدارة الإدارة لا تكون فعالة إذا لم تكن فيها إرادة سياسية والإرادة السياسية في العراق أيضا تختلف بين الحين والآخر ووصلنا إلى مرحلة قد تكون هناك شبه إدارة ولكن ليست هناك إرادة فاعلة حقيقية أن نتوقع المشكلة في العراق مركبة تحتاج إلى معالجات جذرية وهذه المعالجات الجذرية مثل ما قلت قبل قليل لا تبدأ بمبادرة كما يتم التسويق مبادرة سين وصاد نتحدث عن مشروع لبناء الدولة العراقية هذه الدولة العراقية منذ أكثر من 18 عام والمواطن العراقي ينظر لها بأنها دولة في الحق في القانون في المساواة في العدالة في النزاهة في الشفافية في الموضوعية في التعاطي في محاربة الفساد هذه أمور أن نتوقع جوهرية تمس كيان وشرعية النظام السياسي نحن في إطار بوصر التخابات في 2018 أريد إجابة باختصار حتى أروح لست ميادة وأطلع عندي أريد أسمع رأي آخر هل فعلا العراق لا يعرف شي يريد من الولايات المتحدة؟ هذه كلمة قالها دكتور مصطفى البهادي اللي بالفقرة الأولى لا أدري إذا سمعتها يقول العراق لا يعرف شي يريد من واشنطن لا بالعكس أختلف مع دكتور مصطفى العراق بسبب اختلافات وجهات النظر والصراعات الموجودة في الداخل العراقي هو الذي دفع العراق بأن يتجه باتجهات متعددة وبرؤة مختلفة وبأفكار مختلفة نحن اليوم يجب أن نتحدث بعلاقة مهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية فيجب أن نعلي مصلحة العراق على جميع مصالح لا إيران لا تركيا لا السعودية لا الكويت لا الأردن لا مصر العراق يجب أن يكون أولا وهذه هي نقطة أساسية في صياغة وتكوين علاقتنا الحقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية العراق يدرك جيدا أهمية الولايات المتحدة الأمريكية العراق يدرك جيدا ماذا يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية ولكن عليك أن تحسم خياراتك في إطار معادلات